مائة وستة وخمسون قانون نوقش في أروقة الكنيسة الإسرائيلية منذ انتخابات 2015 وحتى تموز الماضي جل هذه القوانين وصفت بالعنصرية كقانون القومية الذي ينسف الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه ومشروع القانون الذي يهدف إلى منع أي انسحاب ولو جزئي من القدس المحتلة إلا بموافقة ثمانين نائبا السيل المتواصل من القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستطان يعكس برأي المراقبين الحالة السياسية الإسرائيلية العامة وبشكل خاص سيطرة اليمين الاستطاني على الحكم فيها إسرائيل مسألته أكبر من ذلك بكثير هي دولة إحلالية كولونيالية بمعنى أن قوانينها هي قوانين إحلالية بمفهوم طرد شعب لإحلال شعب آخر بمكانه من هنا يمكن فهم هذه القوانين التي تناقش في الكنيسة خصوصا في ظل حكومة يمينية تسعى لأن تجعل مصطلح أو تعريف يهودية الدولة مصطلح متداول ويبنى عليه كل القوانين ومن أصل القوانين المئة وستة وخمسين تم إقرار واحد وعشرين قانون بالقراءة النهائية من بينها قانون سلب أموال الفلسطينيين الذي يقضي بخصم أموال الضرائب الفلسطينية التي تشبيها إسرائيل في المعابر الدولية بذات قيمة المخصصات التي تدفعها السلطة الوطنية ومنظمة التحرير لعائلات الشهداء والأسرى هذه سرقة هذا قانون جائر وهذه نوع من أنواع السرقة العلنية بالقانون أيضا أي بالقانون الإسرائيلي طبعا وليس بأي قانون محترم دولي أو غير ذلك وهو تطاول على الشعب الفلسطيني بسبب أن هذه سلطة احتلال وتفرد ما تريد بالنهاية لأنها هي التي تحول مثل هذه الأموال وبالتالي تتصرف بها كما تريد وهذا ليس من حقها حسب الاتفاقيات المعقودة معها وإلى جانب هذه القوانين تسعى حكومة نتنياهو التي توصف بالأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى فرض الحقائق على أرض الواقع من خلال طرح المزيد من العطاءات الإسطنية ومصادرة الأراضي بالإضافة للحديث عن خيار الإبقاء على الكتل الإسطنية الكبرى في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية مقابل تبادل أراضي مع الفلسطينيين في أي حل سياسي مستقبلي وتحويل عرب الداخل إلى جالية بدون هوية وانتماء لتلفزيون وطن فارس الملكي ترجمة نانسي قنقر